بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعفاة دائما يا رب يا رب أن هذا الشخص الذي فتح المقطع الآن لا يدري أي أرض وأي قلب وأي قرار هو خير له لكنه على يقين تام أن الخير فيما اخترته له فكفيه شر ما يكون قبل أن يكون يا رب لا تجعل الحزن مكانا في قلبه يا رب إن ضاقت به حال وأوسعها له برحمتك يا رب جعله دائما وأهله في حرزك وأمانك وضمانك يا رب جعله من المقبولين بكرمك المقفولين بذكرك إلى من قدر الله له سمع هذا المقطع احسب أن الله أراد بك خيرا فخذ من وقتك دقائق واستمع بتماع فإني نصحتك بنصيحة لأن أخذت بها والذي نفسي بيده لا يفتحن الله عليك بركات من السماء والأرض ويغضق عليك من خير الدنيا والآخرة ولا يرضين ولا يكرمنك وهو أكرم الأكرمين أقول لك اجعل حياتك ممزوجة بالقرآن الكريم لا تنفك عنها تلاوة دائمة من المصحف أو من حفظك واستماعا دائما في غير وقت التلاوة خصص له وقتا واستغل فراغك وأوقاتك البينية ووقت المواصلات وفي الطرقات ووقت انشغالك بأعمال لا تحتاج إلى تركيز والله لا تجدن بركة في وقتك وتيسيرا في كل شأنك وسعادة غامرة في صدرك ما كنت لتجدها إلا ببركة كلام الله تعلق بالقرآن تجد البركة في كل حياتك فقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مباركا ومن بركته إنه ما زحم شيئا إلا بركه ببركته وكان أحد المفسرين يقول اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا وقال إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ما سيدياء المقدسي لما بدأ يشق طريقه لتعلم الحديث قال له أكثر من قراءة القرآن ولا تتركها فأنه ييسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ قال الضياء فرأيت ذلك وجربته كثيرا فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي وقال أحد السلف كلما زاد حزبي أي الورد اليوم من القرآن زادت البركة في وقتي ولازلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء وقال عبد الملك بن حمير كان يقال إن أبقى أو أنقى الناس عقولا كراء القرآن وقال الكرتوبي من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ مئة وأما عن الوقت الذي لا تتهيأ فيه نفسك لتلوة القرآن فاستمع له وأنصت من أحب أصوات القرآن لديك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولعل من الله واجبا وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره مع إنه عليه أنزل وكان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري وعلى قدر نصيبك من كلام الله وعلى قدر نصيبك من كلام الله تلاوة أو تعلما أو عملا أو حفزا أو استماعا يكون نصيبك من رحمة الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكذلك ترشد الآية أن شفاء صدرك وزوال همك يكون بالقرآن رب ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أمين أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن أتممت الفيديو أترك أثرا طيبا تؤجر عليه سبح أو استغفر أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا مشاركة الفيديو أحبتي في الله لكل الأقارب والأصدقاء وإذا كنت زائرا جديدا لهذه القناة يشرفنا أن تشترك في القناة وأن تضغط على زر الإعجاب حتى ينتشر الفيديو لكل المسلمين ونعرف عدد المسلمين وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته